السلام عليكم انا اليوم جيتنا هذا لأن هذا الرجل الذي يقشل الوليد الدار ويقشل الوليد الدار مع الخليفة الريكون شهر 5 في 8 ابني الكبير يبيع محمد طايرك يبيع في الريكون مدة 10 سنة شباب مسكر مراسل في البحر في 15 عام من درمدان شباب خلال بلاصة دياله كان يبيع معه شباب ذيك العيس الصغر ديالي الدوله تشبه بكل احترام مشيت عن السرقة يدريكون بكل احترام دخلت عنده قلت الله يزيزك بي خير راه هذيك تشبه كان كل منا طفض الخوز كان خلص منا الكراكة خلص منا الدول ما الراجل ديالي كان مشريره الدوات السكر والتونسيو ومرتب السياتي حيث كان في الحاسب اينات موظف ستشهر شنو قال لي كان لديك العيس الصغر لديك عربيت من البها لديك عشخص وانك تصوروا الناس يجعلوه اللقاء اللقاء أصبح بالتأكد جميع العسكر المسكين وانك نرى احضروا مع الخليفة وانك تصور الذهب كان يجب لي وضع الجامعة و لا تضعوا في الاسلام قلت له حشو ما عليك لماذا تفعل هذه الحجرة هذا الشريع عمومي يجب أن تحيد كل شيء أو تخلي كل شيء قال ابنك هو الذي لا يبيع شيء هنا قلت له حشو ما عليك هذا يمكن أن تصعد العواول ونعينا وباباهم قال ابنك لا يبيع شيء هنا قلت له تزول على تزول كرشي مني منك مني منك أضراب نين كرشي شبه هذا الصندق تشطن قلت له في الأرض وستمعوا وحشو ما عليك شبه العائل قرصوا هيدا وضربوا يدوا عندي تصور والعائلة كانت زودت للقص وضربوا موسى قلت له مصوره لم يقلل حشو ما عليك هذا الموطع يجب أن تخليه مباشرة قلت له مصوره قلت له تسعة عشر قلت له تسعة عشر قلت له هذه حقا قلت له مصوره قلت له تسعة عشر قلت له تسعة عشر قلت له تسعة عشر عن تبعك مزيانة وكل مباح وكل مالك يريد وكل عم بيده معه وقالوا تلك مع ذلك الإنسانة وهذه تكون معاملة مزيانة بأي حاجة كانت مننا ربي الحبيب ويته من حالة هو هو يعني هو الخليفة يعيد وساكن باطل أنا ما عندي شي بايش وها وشهد الكرة خلاص الفين دريال ما عندي شي بايش خالصو والدغو الماما عندي شي بايش معلل لشي العائلة بايش جي بليه الطفظ الخوز من تم محرمني ما الطفظ الخوز أنا وضفترت ما انتغدات شي وانتغدت ما انتع الشاشة وكانت مننا نادني داء هذا انجللة المالك يتوفو وصي العامل يتوفو اي واحد يتوفو غزاز يكون باخترا كن دائما على اطلاع بآخر الأخبار والتطورات عبر شريدة بريستاتوان المترجم للقناة